السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع فيديو جديد من قناتكم عالم الكمبيوتر والبرامج ازايكم عامين ايه يا ربكم بخير في الايام اللي فاتت ديات كنت شرحت اكتر من طريقة لتثبيت نصفة ويندوز حدواشر اربع وعشرين اتش تو على اي جهاز غير مدعوم لكن تبقى سؤال عند كتير من المتابعين هو لو كان المعالج بتاعي ما بيدعمش اس اس اي فور بوينت تو او اس اس اي فور ايه هل انا ممكن اصطب ويندوز حدواشر على الجهاز بتاعي اه حضرتك ممكن بس هنعمل مع بعض تركاز غيرك كده مع بعض لو حضرتك حبيب تعرف هنعمل ده مع بعض ازاي تابع معي الفيديو للنهاية طبعا كلنا عارفين ان شركة ميكروسوفت اضافة الشرط الجديد ده لتسطيب نسخة ويندوز حدواشر اربعة وعشرين اتش تو على اي جهاز كمبيوتر ان المعالج بتاعك يكون اي اس اس اي فور بوينت تو او اس اس اي فور اي طيب الكلام ده في نسخة ويندوز حدواشر اربعة وعشرين اتش تو طب لو احنا حبينا نستطب نسخة ويندوز على الجهاز بتاعنا ايه الحل? الحل ان حضركها هترجع اصدار لورا. هتسطى بنسخة ويندوز حدواشر اه تلاتة وعشرين اتش تو على الجهاز بتاعك هتشتغل بمنتهى البساطة. ده اللي انا هعلمه لك في الحلقة بتاع النهاردة. وهي خليك تتخطى حساب ميكروسوفت وشريحة وحليك تسطى بالنسخة بدون اتصال بالانترنت وفي نفس الوقت هتبقى نسخة خفيفة سريعة على الجهاز. مش هتاخد على الجهاز بتاعك اكتر من حداشر جيجا. هتشتغل على رامات واحد ونص جيجا. تمام? والمعالج هيبقى كفاءته عالية للغاية. لو حضرتك حبيب تعرف. هنعمل ده مع بعض اصدقائي. تابع معي الفيديو لنهاية. الخطوة الاولى اللي انا هعملها ان انا مفروض احمل نسخة ويندوز حداشر تلاتة وعشرين ايتش تو على الجهاز بتاعي. بس انا لو دخلت على موقع ميكروسوفت عشان احمل النسخة ديت مش هلاقيها موجودة لاني النسخة اللي مقت موجودة هي نسخة ويندوز حداشر اربعة وعشرين ايتش تو. طبعا هنحملها ازاي? كل اللي انت هتعمله هتيجي في خانة البحس اللي موجودة فيه المتصفح الخاص بيك. تمام? تضع الرابط اللي انا ان شاء الله هتركو لك في قلب ملف تيكت في صندوق الوصف الخاص بالفيديو. هتحمله لصق. تمام? وبعد كده هتضغط على من لوحة المفاتيح. هيفتح معنا الموقع ده بالصورة ديت. طبعا ده ارشيف الانترنت. زي ما حراك شايف كده فيه نسخة ويندوز حداشر تلاتة وعشرين ايتش تو. هي طبعا باللغة الانجليزية. حضرتك ممكن بعد ما تثبتها على جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. آآ تخليها تدعم اللغة العربية. طيب هنحمل ازاي? كل انت هتعمله هتروح رايح على اللي هو ايزو. تضغط عليه. وتنتظر لحظات بسيطة لحد ما تبدأ عملية تحميل نسخة الويندوز. زي ما حراك شايف كده. النسخة بدأت في التحميل. كل انت هتعمله هتبدأ تحمل النسخة. طبعا انا هوقف الفيديو ده وقتي عشان ما طولوش عليك وانتظر الحين تحميل النسخة. وقرر لحضرتك ايه اللي عمله? عشان اثبت النسخة على الجهاز بتاعي. وخففها وخليها تشتغل بمنتهى البساطة والسهولة على اي جهاز كمبيوتر غير مدعوم. الخطوة التانية اللي انا هعملها ان انا هروح رايح على خانة البحث في المتصفة بتاعي واضع الرابط ده. ده طبعا هيدخلنا على موقع هنحمل منه الملف اللي هيسعيدنا فيه تخفيف النسخة ونخليها تشتغل على اي جهاز بعيث غير مدعوم. وتتخطى كل شروط حساب ميكروسوفت وشريحة والاتصال بالانترنت. هنبدأ ننزل تحت لحديث ما نوصل لحديث الرابط ده. هنبدأ نضغط هنا عشان ناخده نسخ. كده المهمة بتاعتنا في الموقع انتهت. طبعا انا هترك ليك رابط الموقع فقال بسندوق الوصف. فطولة بعد كده حضريك هتروح رايح على خانة البحث اللي موجودة عندك في شريط المهام. وتبدأ تكتب كلمة ومجرد ما كتبت كلمة باور بس هتلاقي ظهر معك حاجة اسمها هبدأ اشغله كمسؤول. اهم حاجة الخطوة ديت ان انت هتشغله كمسؤول وتكون على اتصال بالانترنت في اللحزة دي فقط عشان نحمل الاداية البسيطة اللي هنخفف بيها النسخة. هنضغط طبعا نقول نعم. هيبدأ يظهر معي الباورشيل بالصورة اللي حضرتك شايفة ديت. هنتظر لحين تحميله. وبعد كده اعمل كليك يمين. وانا في قلب الباورشيل هتم لصق الرابط اللي انا اخدته من موقع جيت هاب. طبعا الموقع ده موقع آآ برمجة موسوك فيه. واضغط على انتر. وانتظر لحظات لحين تحميل الاداة اللي هستخدمها في تخفيف نسخة الويندوز. هتفتح معي اللي ده بالصورة ديت. كل اللي انت هتعمله تبدأ تضغط على سيليكت ايزو. وتحدد له مكان النسخة اللي انت حملتها. طبعا انا اشايلها في قلب استوانات. ابدأ احمل المكان بتاعها اللي هو برامج. انزل في البرامج. اروح رايح على استوانات. وبعد كده استوانات الويندوز. وبعد كده ابدأ انزل لما دور على نسخة ويندوز تلاتة وعشرين اتشي تو. طبعا انا عندي نسخة تدعم اللغة العربية غير اللي هي باللغة الانجليزية. تمام? هبدأ اضغط على اوبن. تمام? زي ما حركش شايف كده اللي استوانات بدأت تقرأ في قلب البرنامج. كل اللي انت هتعمله هتضغط على سيليكت. هتحدد مكان يفك في ضغط النسخة عشان نحط فيه ملف اللي هو هيتخطى بكل متطلبات حساب ميكروسوفت والتيبي ام والاتصال بالانترنت. نبدأ نضغط هنا. هبدأ اقول له حطي الملف بعد فك ضغطه للنسخة على سطح المكتب. هضغط على موافق. في الوقت ده انت هتنتظر لحين الانتهاء من فك الضغط. كما حركش شايف كده ظهر ملف. هيتم فيه فك ضغط نسخة الويندوز. هننتظر لحين الانتهاء من فك الضغط وارجع بيك. طبعا اه مفروض حضرتك هتضغط على عشان تبدأ عملية فك الضغط. هنضغط على وننتظر لحين فك الضغط عن نسخة الويندوز. طبعا حضرتك فوق هنا بيقول لك انتظر لحين الانتهاء من فك الضغط عن نسخة الويندوز. زي ما حضرتك شايف كده تم الانتهاء من فك الضغط عن النسخة. لو انا فتحت الملف. هتلاقي كل ملفات نسخة الويندوز بقيت موجودة داخل الملف الموجود على سطح المكتب. الخطوة اللي بعدها انه انا هضغط على هنبدأ هنا ننزل ملف اه من موقع اللي بيه هيتم تخفيف النسخة ويجعلها تتخطى كل شروط آآ ميكروسوفت. هنضغط على داول لود. طبعا هيتم تنزيل ملف اكس ام ال داخل ملف النسخة للتخفيف. هفتح ووري لحضرتك. زي ما حرق شايف كده تم اضافة الملف ده. هو ده المسؤول عن تخفيف النسخة وحسف كل شروط آآ حساب ميكروسوفت والتي بي ام والستيكي ربوت والاتصال بالانترنت وحسف تطبيقات اللي تفرضها شركة ميكروسوفت على كل المستخدمين. الخطوة اللي بعد كده ان انا هضغط على هنا بيقول لك لو حابب ان انت اضيف التعريفات اللي موجودة على جهاز الكمبيوتر بتاعك للنسخة بس انا مفضلش الخيار ده. بفضل ان انت هتعرف النسخة تعريف عادي جدا. تبدأ تضغط على وفي الوقت ده بيقول لك حدد مكان يتم فيه آآ ضغط النسخة وتحويلها اللي ملف ايزو. اضغط على تمام كده هوت. وبعد كده تبدأ تقول له اعملها لي على سطح المكتب. وتبدأ تستمي النسخة بتاحتك. هنقول ويندوز حدوشر مخففة. وابدأ اضغط على واضغط على كرية ايزو. ومجرد الضغط هتلاقي تظهر عندك على طول النسخة على سطح المكتب. لو حضرتك بصيت في الباورشيل هتلاقي اعداد شغال لاستكمال النسخة. قل اللي مطلوب منك ان انت تنتظر لما توصل مية في المية وتلاقي كلمة داون ظهرت. انا انتظر لحين الانتهاء ونتابع الفيديو الخاص بينا. زي ما حارك شايف كده تم الانتهاء من تجميع النسخة وتحويلها لملف ايزو. هتبدأ في الوقت ده تضغط على مفتاح واتقول له نعم عشان تحزف الملف اللي تم فيه فك ضغط النسخة على سطح المكتب هتقول له نعم. هتلاقي الملف على طول يتم حسفه. هتبدأ تغفل الباور في الخاص بيك. الخطوة اللي بعد كده ان انت هتكون مجهز فلاشة تحطها في قلب جهاز الكمبيوتر الخاص بيك. ودي نسخة اه الايزو اللي احنا عطينا فيها ملف التخفيف. وده برنامج لحرق النسخة. هتبدأ تشغل برنامج بتقول له نعم. تمام? هيبدأ على طول يفتح معك. ويقرأ الفلاشة الخاصة بيك. زي ما حرق شايف كده. ارى الفلاشة بتاعتي. هبدأ اعمل له عملية اختيار للنسخة. تبدأ تختار النسخة بتاعتك. هو اراها على طول. وابدأ اضغط على فتح. هننتظر الاحين قرية النسخة على برنامج ريفوز. بعد ما البرنامج ارى الفلاشة ونسخة الويندوز هتبدأ تختار نوع مخطط تقسيم الهارد ديسك بتاعك. طبعا انا على طول الجهاز بتاعي. حدد لي جي بي تي. لان الجهاز بتاعي جي بي تي. حضرتك لو كنت امي بي ار هتختار امي بي ار. طبعا الموضوع ده انا تطرقت لي اكتر من مرة في اكتر من فيديو. نبدأ نضغط على تمام? هو بيقول لك بقى ام بازالة ولا اي حاجة من الحاجات دي حضرتك هتعلم عليها لان النسخة هتتجاوز كل هذه الخيارات. كل انت هتعمل وتضغط على اوكي. وبعد كده موافق هيتم مسح كل اللي موجود على الفلاشة تضغط على موافق وهيتم حرق النسخة على الفلاشة. هنوقف الفيديو لحين الانتظار او لحين الانتهاء من نسخ ملفات النسخة على الفلاشة وارجع ليك مرة تانية. تابع معي. بكده تم حرق النسخة على الفلاشة بنجاح. هنبدأ نضغط على اغلاق. هنروح للخطوة اللي بعد كده ان انت تعرف مفتاح اللي انت تضغط عليه عشان تدخل على شاشة الويندوز. طبعا انا مجهز ليك صورة فيها اشهر الاجهزة والمفاتيح. انا طبعا النسخة بتحتي اه بتاع الجهاز اتش بي. جهاز اتش بي. في اضغط على اف تسعة. حضرها قتشوفي الجهاز بتاعك. وتختار المفتاح اللي تضغط عليه عشان تدخل على شاشة السطب. اللي انا هعمله دوقتي ان انا هبدأ اعمل عملية رستارت الجهاز الكمبيوتر. وادخل على شاشة السطب. تابع معايا الفيديو. بعد ما عملت رستارت الجهاز الكمبيوتر بتاعي ودخلت على شاشة البيوز عشان ابدأ في عملية تسطيب النسخة. زي ما اتلاحس كده ان ملف التخفيف شغال في الخلفية عشان يبدأ يخفاف لك النسخة ويجعلها تتخطى كل متطلبات شركة ميكروسوفت. كل اللي انت هتعملها تنتظر ما تقلقش خالص من هزي الرسائل اللي بتضيق تمام عنيك. هتبدأ هنا تحدد اللغة العربية مصر. تمام? او اللغة اللي انت حاببها تضغط على التالي. هتبدأ هنا تتجاوز مفتاح المنتج. بعد كده تبدأ تختار النسخة اللي انت حابب تستبتها افضل طبعا نسخة البرو. تضغط على التالي. وبعد كده هيبدأ يظهر لك المكان اللي انت تتثبت فيه النسخة البرتشن. هتبدأ تعمل له عملية تهيئة. تمام? تضغط على موافق. وتنتظر لما يتم فورمات للبرتشن. تضغط على التالي. وهتابع بقى عملية تثبيت نسخة الويندوز. الموضوع ده ممكن ياخد معاك آآ وقت. ما يزيدش عن حوالي ست سبع دقايق. تمام? لكن انا الجزء ده في الفيديو مصرعه عشان ما طولوش على حضرتك. بعد الانتهاء من آآ تثبيت ملفات النسخة والتحديثات. هيبدأ يعمل عملية رستارت لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. ويبدأ يعرف قطع الجهاز اللي موجودة عندك. كل انت هتعمله وتنتظر. لحين الانتهاء من آآ تحميل التعريفات الخاصة بجهاز الكمبيوتر الخاص لك. طبعا في الوقت ده ممكن برضو جهاز الكمبيوتر يعمل عملية رستارت او الملف اللي احنا حطناه في النسخة عشان يخفافها يبدأ يشتغل لتخفيف النسخة. ما تعملش اي شيء. انت هتتابع الخطوات بمنتهى البساطة. هيبدأ يزهر معك الخيار ده. هتبدأ تختار البلد بتاعتك. هننتظر لحين الظهور. هنبدأ نختار مصر. وبعدين هنختار اللي هي اللغة اللي هنثبتها على الويندوز. هبدأ اقول له العربية مية واحد اقول له التالي. هيقول لي انت عايز تضيف لوحة مفاتيحة اخرى. هقول له لأ هتخطى. هيبدأ يطلب منك بعد كده ان انت تسمي جهاز الكمبيوتر الخاص بك. هنبدأ نكتب الاسم. انا طبعا هسمي الجهاز بتاعي باسمي مصطفى. هبدأ احول آآ اللوحة بتاع المفاتيح من اللغة العربية للغة الانجليزية. وابدأ اكتب كلمة مصطفى. وبعد كده اضغط على التالي. هبدأ اتجاوز آآ كلمة المرور. مش عايز اعمل لنا باسورد. الا از كنت حضرك حابب تعمل الباسورد لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. هيبدأ يدخلنا على طول على سطح المكتب. هيقول لي مرحبا. طبعا آآ هتنتظر لحين مايتم اعداد بعض الامور لك على الكمبيوتر. طبعا في الوقت ده ممنوع حضرتك ان انت تعمل عملية ايقاف لتشغيل جهاز الكمبيوتر الخاص بك. هتفضل آآ تخليه على اتصال بالطيار الكهربائي وما تدفوهش. لحد ما يتم الانتهاء من هذه الخطوة. طبعا ما فيش فرق خالص ما بين نسخة آآ آآ حدواشر اربعة وعشرين اتش تو او تلاتة وعشرين اتش تو فروق بسيطة المستخدم العادي مش هيلحظه. طبعا بكده وصلنا لسطح المكتب. في الوقت دهوت في خطوة مهمة جدا متعملش اي حاجة عشان نبدأ نفعل ويندوز ديفندر على جهاز الكمبيوتر. كل اللي انت هتعمله هتنتظر تلاتين ثانية بدون اي تدخل. لحد ديت ما تظهر معك الشيش السودة ديت. وبعد كده تظهر معك نافذة اللي هتشوفها حاليا عشان نفعل ويندوز ديفندر. زي ما حرك شايف كده الخيار الاولين بيقول لك لو انت حابب تفعل ده خيار موفق جدا لازم تفعله هتقول له نعم تقول له موافق. هنا بيقول لك لو انت حابب آآ تفعل حساب ميكروسوفت انا مش عايز تبدأ تضغط على الخيار اللي تحت ده عشان تنفز هزي الخيارات تقول له نعم وهيبدأ يعمل عملية اعادة تشغيل لجهاز الكمبيوتر الخاص بك. بعد كده مباشرة هنهتدخل على سطح المكتب. لو انت ضغطت على قيمة هتلاقي ان ما فيش اي تطبيقات من تطبيقات اللي تفرضها علينا شركة ميكروسوفت. طبعا تم تنظيف القائمة بالكامل. لو انا دخلت على الكمبيوتر. تمام? ورحت على اللي هو وعلى الخصائص هلاقي ان النسخة ما خذتش على جهاز الكمبيوتر بتاعي الا احداشر جيجا فقط. في حين ان اي نسخة ويندوز احداشر بتاخد فوق الخمسة وعشرين جيجا. دي امر مهم جدا. لو رحت على مدير المهام عشان هشوف الرمات واستهلاك البروسوسور على النسخة. طبعا هفاجأ ان النسخة اه خدت رمات بضبط اه جيجا ونصف. ده اللي انا هوريه لحضرتك زي ما هتشوف دواتي. اه رحت عزاكرة هو. شايف النسخة بتستهلك اه واحد جيجا ونصف في حين ان نسخة اي ويندوز احداشر بتستهلك اربعة جيجا. لو رحت على استهلاك المعالج زي ما هارك شايف كده. هتلاقي استهلاك بسيط جدا. العمليات اللي شغالة في الخلفية مية وتمانية عملية. في حين ان اي جهاز كمبيوتر بتبقى العمليات الشغالة في الخلفية حوالي مية تسعة وربعين عملية. طبعا البروسوسور استهلاك وضعيف زي ما هضرتك شايف امام اه عينيك يعني ده دليل على المصداقية بتاعتنا. لو اه ضغطت على اه حرف الار مع الويندوز وكتبت اه دابليو اي ان في اي ار عشان اشوف نوع النسخة اللي انا مثبتها على جهاز الكمبيوتر. تمام? زي ما حارك شايف كده اه نوع النسخة هو اه ويندوز حداشر تلاتة وعشرين اتش تو. طبعا ما فيش فرق كبير جدا ما بين النسخة ديت ونسخة ويندوز حداشر اربعة وعشرين اتش تو. لو في اه حضرتك لاحظت هتلاقي في اه ملف باورشيل موجود على سطح المكتب. الملف ده مهم جدا لما بشغله بقدر من خلاله اثبت بعض من التطبيقات. طبعا النسخة هنا مش متثبت عليها متجر ميكروسوفت. لو انا ضغطت على واحد وبعد كده انتر وبعد كده واحد وبعد كده انتر وبعد كده واحد. وانتر هبدأ اثبت اه تطبيق او متجر ميكروسوفت على النسخة. طبعا حضرتك هتنتظر لحين الانتهاء من تثبيت اه المتجر. في الوقت ده اه حابب ان انا اقول لك ان بكده الفيديو بتاعنا النهاردة يكون انتهى. لو انت استفدت منه وتعلمت شيء جديد. ما تنساش طبعا ان انت تدعمنا باللايك والشير والاشتراك في القناة عشان يوصلك منا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.